اشتركوا في القناة فقال ما زالت بطنه ورغبت ما قاله ايه صدق الله وكذبت بطنه اخيك كذبت حياتك وصدق الله يعني لما يجي واحد يقول لي والله انا بدفع باللاتي هي احسن بس اللي حاصل نحن لسه بنا يبقى انت لما تدفع باللاتي هي احسن لازم يكون فيه ثلاث شروط الشرط الاول ان هو يكون ده وجدت المفتاح بتاع الحسن ما هو لازم التي هي احسن تكون احسن فانية عشان يتغير فلازم تشوف احسن مفتاح ممكن تفتح به كل واحد فينا دي مفتاح يعني لسه انا لو هاجي اقدم هداية لزوجتي انا ممكن اقدم لها الكوب ده نفس الكوب ده ممكن يكون فيه اللون ممكن يكون فيه الرسمة ممكن يكون فيه الحاجة البسيطة اللي هي عارفها ممكن عم يحطها لها صورتها عليها ده المفتاح بتاع الشخص ده احنا ما بنبقاش ده طول الوقت شايفين ان احنا واجب علينا ان احنا نركز لا اللي هيدفع باللاته احسن يبقى واحد يبقى الاحسن يبقى مركز يبقى مركز ان احسن الحسن اعرف حداك الحسن هو الجمال النافع لاني ممكن يكون جماله يأذي نعم لكن الجمال النافع هو الحسن يبقى اول حاجة لازم تعرف لمفتاح تاني حاجة اني دوت يوصل في مكانه افرد حاجة حسنا كده وحطتها فاصبحت ان انت بتمنى بيها لا 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 مش حسن ده وده اللي بيحصل كتير ده انا عملت لك وسوّت لك وده اللي بيحصل ده مش بتدفع باللاته احسن الحاجة التالتة في ادفع باللاته احسن لازم تدفع يعني ايه تدفع تدفع مكانة بينكم يعني يحصل محو احنا مش واخدين بالهم مش واخدين بالهم من قانون الازاحة اللي موجود يدفع باللاته احسن حارفة ادفع باللاته احسن نفهمه إزاي؟ بقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فالدفع ده معناه إيه؟ أن تأتي بالحسن فيمحوا القبح الذي كان بينكما طيب إذا ما دفعش يبقى إحنا لسه معملناش الدات إيه أحسن